والله يخلتون افتح جوجل علشان اشوف اخر فوز للزمالك على الاهلي في الدوري كان امتا راحب من كتر ما هو بيكسب ادنى والله العظيم نسي اقسم بالله انا نسيت انا نسيت امتا الزمالك كان بيفوز علي في الدوري بس ايان كانت بقى ايان كانت هو حق الدوري قبل كده من يميت كم سنة مرتين واربعة عادي وبعدين ايه المشكلة في انك انت تكسب انا بالنسبة لي عادي والله انا حفلت عليك كتير انت من الحقك انك تحفل والله العظيم من حقك انك تحفل ومن حقك مع مجلس الادارة الجديد ان ربنا يكرمك وانك انت يا سيد انا نفس اشم ومنافس انا اقف اهلك احوالي او مفيش عناصر عندي او بلعبك بالاحتياطية او بمعنى صح كده مش بلعبك بالاساسيين الدنيا بايزة عندي بس انت لقبت بشكل كويس انت كنت بتنقل كورة بشكل كويس حقيقي كان فيه كلام كتير قبل المباراة كان بيتكلموا وبيقولوا ان المفترض الزمالك يفوز المتشدة هو حقيقي كان لازم يفوز المتشدة الاهلي مش في الموت بتاعه الاهلي بقى له فترة تقريبا اكتر من شهر غايب عن الاداء بتاعه والطبيعة علشان بسبب الغايبات وبسبب شوية حاجات كده مفروض نحكي فيها كتير بس انا ما بحبش احكي فيها عشان الاهلاوية ما يزعلوش مني لانا كده كده اهلاوي بس اقيا كانت بس يعني ازا مالك لعب بشكل احلى والله ازا مالك لعب احلى انا راجل منصف ازا مالك لعب بشكل احلى ازا مالك بين الكرة في الملعب ما بين رجلين اللي عايبته بشكل انا حرفان عجبني عجبني قوي والله عجبني لدرجة ان هو حرفان افضل فريق تقريبا في مصر بين الكرة حاليا في الوضع الحرم على المدرب الجديد وهو ازا مالك من يومه بيحب التمريرات السريعة يعني الكتيرة فهو صراحة عنده تمرير تحت الضغط وما بين المسيحات وبيضرب خطوط والكلام ده كله بشكل افضل من الاهلي انا نتكلم بكلمة الحق تحكميا تحكميا ما حدش يطلع من جميل اهل يتكلم يقولي ان التحكمي الطبيعي لازم يبقى فيه اخطاء الاخطاء دي ما ينفعش ان انا وقف عليها سيناريو المباراة الرجل حصل ضربة جزايا ورجع لغا احنا الطبيعي نتكلم بعقلنا لما نفوز احنا بنحتفل لما الزمالك يفوز نقول له مبروك عشان بس ما نلفش وندور ونروح لحتة او لاتجاه كده اللي هو ايه لأ ده الحكم المفروض كان فيه كورتين في الملعب ينزلوا والمفروض ان الكور ما كانتش بتوفرة في الملعب اه فرقة كم ثانية ايه فرقة عشر خمس عشر ثانية فرقة عشرين ثانية هو حك صفر بعد الديا ستة وتسعين تقريبا بستة وتلاتين ثانية تقريبا حاجة زي كده فبلاش نتكلم في التحكيم ايه كان مبروك فعلا لزمالك والله انا مبسوط ليهم انا نفسي محتاج لمنافس محتاج ان الزمالك يقوى محتاج ان الزمالك يحلو ليه علشان كل ما الزمالك يحلو والفرقة التانية تحلو وقتها يبقى فيه دوري في مصر وقتها انا هتفرج على دوري انا ما بتفرجش على دوري مصري ومعظم الناس ما بتتفرجش على دوري مصري علشان الدوري المصري اصلا محدش يتفرج عليه ليه مفيش فرقة فانا مبسوط ان الزمالك بدأ يرجع ودي حاجة ما تزعلش والله ما تزعل مبروك ليه يلا انا هنم بقى وانتو حفلوا براحيتكو بقى علينا يا سيدي والله العظيم انا نفسي راضي ان انت تحفل علينا حفل براحتك واخد ليلتك وصهرتك وعيد سعيدة على كل حد زمال كوي ومبروك يا عم الفوس والله العظيم فوس تستحقوه يلا سلام